أجمل وأشهر ست أماكن للخروج والفسح على البحر في اسكندرية أول مكان معانا وهو تيفولي دوم الموجود على البحر على طول في اسكندرية تحس أنك كده جوا جزيرة والجزيرة دي جواها ممشى وجواها مطاعم كتير وجواها كافهات أكتر تقدروا من خلالها أنكوا تبقوا قاعدين على البحر بمنظر مكشوف جداً وتبقوا شايفين من خلاله أماكن كتيرة جداً ومعالم كتيرة جداً في اسكندرية لا ومش بس كده ده من خلاله كمان تقدروا أن انتوا تعملوا شوپنج من هناك لأن بيبقى فيه معارض وأوبن ديز موجودة هناك كتير تاني مكان معانا وهو برضو بين من تيفولي دوم واللي أنا بشاور لكم عليه ده من ناحية البحر برضو هنروحوا دلوقتي علشان أعرفكم إيه هو المكان التاني اللي بقول لكم عليه وهو مجمع برضو كافهات ومطاعم موجودة على البحر دايريكت تقدروا برضو أن انتوا تشوفوها من ناحية البحر من الناحية اللي أنا بصور منها دي المكان اسمه زووك فيه بقى حاجات كتير قوي يعني كافهات ومطاعم على التراز اللي هو اليوناني الجريكي الجميل ده بالألوان المبهجة بتاعته اللي انتوا عارفينها فيه بقى من ضمنها حاجات كافهات ومطاعم كلوز دو أوبن ايريا تقدروا من خلالها أنكم تبقوا قاعدين وبتستمتعوا بيها وتاخدوا هناك أحلى منظر وأحلى فيو للبحر من كل اتجاه برضو ثالث ما كان معنا وهو مجمع لاتينو وسيجل الشهير اللي كان موجود في اسكندرية ويعتبر من أوائل المجمعات اللي كانت موجودة للقافهات والمطاعم على البحر دايريكت لكن كان حصل لهم كده كبوة والأماكن دي كلها حصل فيها زي حريق كبير وتقفلت كذا سنة لغاية لما عادوا ترميمه تاني ومن خلاله نقدر نشوف المكان الرابع اللي انا هقول لكم عليه كمان شوية فبرضو تحسوا أن الأماكن دي كلها جنب بعضها فتقدروا برضو من خلالها أن مثلا كل يوم تقضوا في مكان مختلف عن التاني وبرضو ما تروحوش مسافات طويلة بعيدة عن بعضها بتبقوا شايفين البحر بقى حواليكم من كل اتجاه منظر بقى بانورامي وفيو بانورامي كده تحفى للبحر كله والصخور مع الأمواك تحسوا برضو أنكوا كده في جزيرة جوه المية وده برضو يعتبر من أحب الأماكن القلبي ومن أقرب الأماكن القلبي اللي انا بروحه باستمتع فيها وبتفكرني باسكندرية الجميلة أيام الزمن الجميل وعلى عيني بجد أن أنا أكون بقول لكم على الأماكن الموجودة دي على قد ما أنا ببقى قاعدة مبسوطة فيها أن أنا شايفة البحر وشايفة الأمواج وشايفة الصخور وحاسة أن أنا جوه جزيرة في وسط المية في البحر المتوسط واسكندرية الجميلة حبيبتي لكن برضو على قد ما أنا ببقى زعلانة جدا أن في ناس كتيرة جدا بتبقى مش قادرة أن هي تدخل الأماكن دي وتستمتع بجمال البحر وبجمال الخالق وبجمال صناعة ربنا للدنيا وأن هما مش قادرين أن هما يشوفوا البحر غير لازم أن هما يدخلوا أماكن غالية علشان خاطر يدفعوا فلوس كتير أن هما يشوفوا البحر لكن هنقول إيه فإحنا مضطرين أن إحنا برضو نشرح الأماكن الموجودة وجايز الناس اللي هي مش قادرة تدخل الأماكن دي من خلال فيديوهاتنا أن هي برضو تمتع نظرها وتكون بتتفرج على حاجات برضو جميلة موجودة المكان الرابع معنا وهو من أشهر برضو المجمعات الموجودة قدام مول سانستفانو والمكان ده هو مجمع جليم بي برضو موجودة على البحر في اسكندرية والمكان ده بقى فيه كيدز إيريا وفيه برضو مطاعم وكافهات كتيرة جدا تقدر أنكم تقعدوا عليها وكنت عملت عنه فيديو كامل لو حابين ترجعوله في القناة الفيديو اللي قبل ده على طول المكان الخامس معنا وهو من أجمل الأماكن اللي كانت مقفولة فترة طويلة جدا وهو مكان بجد رائع ويمكن إحنا من أول القنوات على اليوتيوب ومن أول أصحاب المحتوى وصناع المحتوى أن إحنا نصوره وهو جزيرة الشاي المكان المحبب أو كشك الشاي المكان المحبب للملك فاروق لشرب الشاي في اسكندرية وده فعلا بقى حرفيا أكتر مكان بيبقى بتدخله في وسط البحر دايريكت وبتدخله بجولف كور كده والفايبز بتاعة المكان جميلة جدا تقدر أنكم تاخدوا بقى الكراسة وتاخدوا الشاي وتحسوا من خلاله بالأجواء الجميلة الملكية التراثية الحلوة المكان السادس بقى والأخير معانا وهو المجمع اللي بتبقوا من خلاله شايفين أصر الملك فاروق أو أصر المنتزى وبتبقوا من خلاله كمان شايفين فندق فلسطين وبتبقوا من خلاله قادرين تتفرجوا على الممشى بتاع المنتزى القديم وتبقوا من خلاله بتقدروا تتفرجوا على الفنار القديم برضو الموجود جوه البحر في المنتزى وتقدروا برضو من خلاله أنكم تتمشوا في الممشى الجميل ده في وسط المنتزى الممشى الجديد اللي عاملينه فتقدروا أنكم هناك تستمتعوا سواء بقى تأجروا عجل أو تتمشوا أو تاخدوا هناك أحلى صور أو تاخدوا معاكم الأكل والمشروبات بتاعكم وتعودوا هناك كده رايقين تتفرجوا على البحر من كل اتجاه وتتفرجوا على الأشجار الندرة وتفتكروا أحلى الزكريات الموجودة هناك من غير ما تدفعوا تقريبا مبالغ كتيرة جدا زي مبالغ القفهات والمطاعم تقدروا بس أنكم تدفعوا تيكت الدخول للمنتزى وتتمشوا بقى لغاية ما توصلوا للمكان الجميل ده أو حتى تاخدوا جولف كار وتوصلوا للمكان الجميل ده وبكده إحنا نكون قلنا لكم على أشهر ست أماكن للفصح والخروجات في اسكندرية على البحر دايركت بل وكمان جوه البحر أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لأن ده بيفرق معايا كتير وبيساعد أن الفيديو ينتشر لناس أكبر والناس تعرف الأماكن الحلوة الموجودة في مصر وكمان بيحفزني أن أنا أعمل لكم فيديوهات أكتر فما تنسوش بليز أنكم تعملوا اللايك في الفيديو وكمان تشتركوا في القناة لو حابين ويتفعلوا جرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي عشان تدعموني أن أنا أستمر مرسي جدا لكم أشوفكم في فيديو جديد باي باي